اشتركوا في القناة الانطلاق وبهذا الاندفاع نسير مشاهدين متابعين الكرام بصدارة هذا الشوت نتابع البداية والمقدمة وارهني الواري اللي قادت المجموعة لراشد بن سعيد بن محمد المهيري من يتقدم من ينطلق من يندفع بناموس هذا الشوت تليها مع المركز الثاني التزام ناصر بن علي بخصيبة الظاهري يقدم التزام مع المركز الثاني ثالث المراكز من الجانب الاخر ارى التسلل والتقدم والانطلاق موسيقى تابع القدوم في هذه اللحظات مع المهندسة لعيلان بصعيد بن عيلان المهيري يتقدم بتحديات المهندسة ولكن اللي وصلت مع المركز الرابع مع المركز الرابع القدوم مشاهدين متابعين الكرام نتابع عذبه بشعار خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي يقدم عذبه مع هذا الانطلاق وعلى مستوى المركز الخامس الباهي محمد بن حمد بن سالم الدرعي مقدما لهذا الاسم على مستوى المركز الخام السادس الانطلاقات السادس التحديات وصول وصول مع محبة للصالح بن محمد بن سالمين العامري وعلى مستوى المركز السابع نتابع نتابع انجاز لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري بينما ايضا طلقنا مع المركز التاسع نرى القدوم في هذه اللحظات مع العزوم لحامد بن مصبح بن محمد بن راشد المنعي يقدم يقدم العزوم مع المركز التاسع عاشر الانطلاقات عاشر التحديات وصولة الاسم في هذه اللحظات وسمحة صالب بن عبدالله بن ورع العفاري يقدم يقدم سمحة بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام للعزل المراكز المتقدمة ولكن لنعود مع الصدارة نتابع نتابع بداية هذا الشوط نتابع المقدمة نتابع الصدارة نتابع البداية وعنه الواري اللي بدت تتوارى اللي بدت تتقدم اللي بدت تنضلق بن موسي هذا الشوط بمتابعة راشد بن سعيد بن محمد المهيري يقدم يقدم واريه بهذا الاداء المتميز المركز الثاني المركز الثاني تصل العجوم لحامد بن مصبح المنعي مع المركز مع المركز الثاني ولكن تسلل من الجانب الاخر انجاز متابعة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري تصل سمحة لسالب بن عبدالله بن ورع العفاري على مستوى المركز الثالث رابع لانطلاقات شعار بن سالمين يصل على مستوى المركز الرابع بتحديات محبة يقدمها صالح بن محمد بن سالمين العامري وعلى مستوى المركز الخامس تتقدم الواري للسهيل بن عيلان بن كراز الشبوسي مقدما لهذا الاسم على مستوى المركز الخامس سادس لانطلاقات عذب لخلين بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي الوصول على مستوى المركز الثامن والتسل المشاهدين متابعين الكرام نتابع نتابع انطلاق الضبي على التسلل في هذه اللحظ هواجيس يحيى بالصير بقنون بيارات الاشتبيه يقدم هواجيس على مستوى المركز الثامن المركز التاسع نتابع صباح صالب بسعيد بكاسب أنا بسافري ومع المركز العاشر من الجانب الآخر من الجانب الضبي لمطار بن محمد بن دحروي العامري هذه النتيجة هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام لنجد العاشر المراكز المتقدم ولكن بنحود مع الصدارة نتابع نتابع البداية نتابع المقدمة نتابع الوارية نتابع الوارية للسهير بالعيلة بالكراز السبوسي من يقدم من يقدم الوارية بهذا الانطلاق المثير ولكن اللي وصلت اللي وصلت إنجاز محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يقدم يقدم إنجاز تتسلل تتقدم تنطلق براموس هذا الشوط المركز الثالث المركز الثالث نتابع نتابع عذب لخليل بن محمد بن كداس الرميثي والعنطلاق مع الوارية لراشد بن سعيد بن محمد المهير ولكن اللي وصلت اللي وصلت في هذا الانطلاق سمح لسال بن عبدالله بن ورع العفاري الانطلاقي من الجانب الآخر بحديات التزام لناصر بن علي بخصيبة الظاهر ولكن وصول وصول مع الدان بشعار وتقدم سال بن راشد بن مبارك الكتبي هذه النتيجة هذه النتيجة ولكن أيضا غزوة لخارد بن سعيد بن عبدالله بن بمروك الحمير يصل يصل مع المركز السادس وصلت الأسامي وصلت الشعارات التحديات الحاضرة في هذا الصباح ولكن إنجاز إنجاز على الصدارة إنجاز على المقدمة التنجز المهمة بالشعار المجازف محمد بن عتيج في زيتون المهير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله القادم أحلى التحديات من الجانب الآخر من الجانب الآخر الوارية لسهيل بن عيلان بن كراز السبوشي ولكن أيضا التقدم بالشعار بن بروك ما غزوة ما غزوة اللي غزت الصدارة غزت الصدارة خارج بن سعيد بن بروك الحميري أهالي منازف يسيطرون على المقدمة مع الحالتين مع انطلاق إنجاز مع تحديات غزوة ولكن إنجاز على الصدارة إنجاز على المقدمة تهانين للمجازف محمد بن عتيج بالزيتون المهيري سلو بسلام منازف سلام المركز الثاني الضبي لمطر بن دحروي العامري المركز الثالث غزوة لخالد بن سعيد بن بروك الحميري الوارية مع المركز الرابع لسهيل بن عيلان بن كراز السبوسي ومع المركز الخامس جاءت سمحة للسالب بن عبدالله بالورع العفاري هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام للخمسة المراكز المتقدمة لنعودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول إنجاز إلى خط النهاية توقيت الزمني في مسافة الخمسة كيلو مترات سبع دقائق لحظات الوصول واحد واربعين ثانية جزئين من الثانية تهنين لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري والسلامات لهالي منازف مدينة العين غزوة مع المركز الثاني أو اللي جاءت في اللحظات الأخيرة الضبي سبع دقائق ثنين واربعين ثانية جزء واحد من الثانية فجأتنا في اللحظات الأخيرة بالشعان مطر بن محمد من دحروي العامري غزوة مع المركز الثالث سبع دقائق الثنين واربعين ثانية وجزئين من الثانية تهنين لخالد بن سعيد بن عبدالله بن فروك الحميري تهنين للجميع والنموس